احبابنا السلام عليكم مرحبا بكم معنا مرة أخرى ببرنامج قلوب رحيمة برنامج قلوب رحيمة كتنقل اليوم المدينة ستاتس كمشي عاد الأخذ دينا نادية اللي كانت خدامة عادي وفي لحظة وصل العمل لقات رأسها طريحة الفيرش احنا كطاقم تقني وطاقم صحفي جينا اليوم باش نقربوكم للحالة ديالا هجو معنا كاملين نسمعو أختنا ديال اشنو كيدرها واشنو كتطلب من المحسنين أنا نادية كانت خدامة في الميلاج ودبت تحس في الخدمة ودبت لدينا يعملين مثلا وشتاوين لطاقهم اليوم وكنت لما الناس اللي شاهدت أدالي يعاوني نادية أنت كنت تعمل في مدرسة خصوصية اه هناك اينا الناس في المدرسة وش تتواصلون معك كيف يكفي وش كيعيطو لك وش كيسو ولو فيه نعم كايطو لك وكي نتكيل سينو أنك تتواصل بواحد المبلغ مالي اللي هو في ألف درهم 20 ألف ريال اه يخلصوني في الشهر ديال الاشياء في ريال وكانت أقعد بالنسبة لدينا المصرف الدرار يعرف المرض الطبيب الدواء ومعين تدريبنا في الدار في المدراسة كيف تدريبنا في المدراسة؟ كيف تدريبنا في المدراسة؟ وكانت قبل طبيعة في الكتوبة وكانت تطور على خدمة وكانت مراجعة في المطارسة في الصباح فقط لم يكن مراجعة عن نوت وكانت مراجعة فقط وكيف تصلت مع النازية لدرسة؟ وقامت معهم وكانت يجب عليهم يجب أن تخلصك في شهرك الشهر ستبقى تخلصي فيه أنت تصحي كيف تحسي برأسك كيف يمكن أن تصحي كيف يقول لك بعض الضوء أنك تصحي كيف يقول لك وماذا خاصك كيف تحسي الناس أنت توجي رسالة للمحسنين محسنين يعملوني على الدواء وأعتقد أن يحسوا عليich أنجدت تحساسي كانت تحساسي لذلك كانت تحساسي أول آل يصبح ذُقق أنا لا أجد الكتوبة وقال لها أنه لا أجد الكتوبة قل لها مما مريدة فوقت المحسنين فأخذيه ومن حق قعد ماما قل ليها ماما عادينا معدوش كتوبة قل ليها عادينا معدوش كتوبة ماما ما كي يجيب لكتوبة السيدة شريت لي كتوبة وعيطت عليه مشيت تعرض لالهي لجيت الطريق لهي جابت لي الكتوبة ومشيت السيدة بقى شنوك تطلبين من الناس دير المدراسة هاديك العشيان فريال وش قاعدك وما قاعدك وشنوك تطلبين منهم أنا كان طلب مني يعاونوني على الدوع للطبيب هذه رسالة من الأخت نادية كذلك من الطاقم التقني والطاقم الصحفي لجريدة السفير فانتكاط المسؤولين دي هذه المؤسسة الله يجازيكم بخير كيف كان قلوه بالشكل الصحيح أنها توعتت عندكم في المدراسة الله يجازيكم بخير روح للألف وخمسمائة درهم ولا ألفين درهم ديال الدوع في الشهر لا أتمنى لكم الحمد لله المدراسة كبيرة ومدراسة الحمد لله عندها مدخول كبير هي حشمات وما بغاش توجيه للصحابة في الأول وما بغاش تمشي بالأخص أنها عندها الوراء ديال الخدمة ديالة أنتم ما كونوا كيف يعودوا لكم أنكم أولاد الناس وأنك تديروا الخير مع الناس حاولوا تدير الخير للناس اللي قرب لكم رسالة جميع المحسنين لداخل الوطن أو خارج الوطن الله يجازيكم بخير نديروه يدفيد ونحاولو نعاونو الأخذ ديالنا نادية نادية في حاجة ما السعى للدوع حتى بعدها الفتيح على ظهرها وهي الأمنية ديالة حاليا وأنها توقف على رجلها وتربي ولداتها بعين صغر كذلك ما نسوش الشكر للمؤسسة اللي كتشغل فيها نادية المؤسسة الحمد لله حاليا باعة كتأدي واحد الواجيب لي وفق 1200 درام كنتمناو باش تواضب على ذاك الواجيب كذلك كنتمناو باش تحاول توفر لها سيارة الإسعاب باش تتنقل كيف ما كان الحال فناديا كانت واحد العنصر داخل مؤسسة ديالكم مرة أخرى بإسم طاقم تقني والطاقم الصحفي للسفير فانسكات كنقول لكم شكرا وشكرا بزاف وكنتمنو باش الناس المؤسسة بالأساسي ديالها بالناس المسؤولين باش يتوالموا ويحاولوا يمدوا يد المساعدة الأخت نادية نادية بغينا كلمة أخيرة الناس المسؤولين ديال المؤسسة وكذلك للمحسنين نجا طلب من المحسنين يعاونوني اللي شافوني في هات الحالة الله يرحم لي من الوالدين اللي شافني عاوني في هات الحالة ما كنصيب باش نشي للطبيب ما كنصيب باش نجيب الدواء عندي وليدتي باقي صغار خاصمي يأكل وخاصمي يشربه وكنت طلب من المؤسستي تتعاوني على الدواء وتعاوني على على وليدتي باقي صغار وكنشكرهم هما منساش خيرهم هما اللي قرب لي ولدي ووقيت أبا ولدي كي يقرأ فيها منساش خيره وكنشكركم تتوما اللي جيتوا عدي وسينتوني اللي يرحم ليكم الوالدين كذلك كنشكر الجمعية للتواصل معنا هنا بمدينة سطات على رأسهم الأخ هشام والأخت بوشرة نخليكم مع الأخت بوشرة اللي غا تحاول توضح ليكم أكثر الحالة دي نادية واشنو محتاجة نادية نبقوا جميع مع الأخت بوشرة السلام عليكم بوشرة جاحت من مدينة سطات مع حالة تانية اللي هي نادية نادية كانت بسطحة ديالها وخل الحالة العائلية ديالها شوية ضعيفة نادية وقع لها واحد الحادث في المقر ديال العمل ديالها اللي هي كدير ميناج في إيكول بخيفة تقصحات في دهرها واكلة دقة مزيان في دهرها الكاد ديالها كيستدعي العملية يعني باش غا تدير العملية على دهر ديالها ضروري غا تحتاج الفلوس الدوات الطبيب غير باش غا تدير بلاسة من بلاسة لبلاسة رخصة أمبولانس مهم حنا كجمعية كنحاولوا يعني نشوفوا لها الناس اللي غادي يتعاونوا معاها مادياً كتر من من معناوي نادية إنسانة طيبة بزاف وكافحت مع الزوج ديالها لأن الزوج ديالها عندو مشكل في الريئة كندر جوج ديال العمليات ومايمكنش ليه يخدم يعني دير مسكين غير طبلة ديال خراز غير حدا الدار باش كي يعون بها يعني كيطلع ديك 20 درام 25 درام وما قاد داومش هي تهيارها كتضربتها مرا نهار كله كتمشي من سبعة الصباح كتجي تلت منية ديال الليل عاد كتدخول دارها احنا بغينا نتعاونوا مع نادية نوفروا لها على الأقل غير 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 الدواء والطبيب ونشوفوا العملية شحل غادي تطلب ليها نادية كانت كتعيش وحد العيشة شوية قاسها كانت في بيت وكوزينة يعني حاولنا وقفنا معاها ديجا ده باس سنين باش كانت ببعوا الحالة ديالها تعاونوا معاها جوج ديال خوت ما يبغيوش يذكروا الأسماء ديالهم اشراوا لها واحد انطغتي صغيرة في دالاس يعني امنوا لها المسكن والحمد لله يعني احنا كنا غير وساطة اننا توسطنا لها باش ارزقها جتل عندها وارزقوا اليداتها يعني احنا بغينا نبقى في هذه المسيرة ديال اننا نشوفوا ليك بحل ديالنا ديال اللي كانوا بصحتهم وفجأة ما كيلقاوش كيلقاو راسهم بلا بلا صحة والحمد لله على كل حال قبل ما نطول عليكم اللي كان طلب هو ان الناس مسؤولين في السطات يعني كيف ما قلنا في الكاد ديال عثمان الوافي كانت مننا المسؤولين يوقفوا مع نادية ومع ديكا آخرين اللي باقي ان شاء الله غنتابعوهم واحنا كنطيحو كننوضوا معاهم باش غير باش نأمنوا ليهم غير ديك شي طبي يعني ما كيتلبوتش حاجة كثيرة حق من الحقوق دياله وكان قولنا ديان شاء الله ده بتوقف على رجيلاتها وترجع كيم ما كانت لانه صعيب باش الانسان كيكون بصحته وكيخدمه ولي هزل عائلة دياله وفجأة كيلقراسو طاريح الفيراش نتمنى ولها الشيفاء ومرة أخرى كنتمنى من المسؤولين ديالستاط سوخطوا اللي ينجحوا في الانتخابات انهم هنا فين خصهم عيبانا وشكرا ليكم مرة أخرى منغوش لكم للقاء لكن سنقول لنا لقاء مع حالة أخرى ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة